شارك رئيس روسي بلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرجي شويغو في مباراة لتزلق بساحة الحمراء وسط موسكو وانتهت المباراة بنتيجة تسعة مقابل خمسة لصالح فريق بوتين الذي أحرز العديد من الأهداف كان رئيس روسي قد لعب في فريق أساطير الهوكي منذ عامين بجانبي أسماء كبرى مثل أليكساندر أوفشكين وياسلاف فيتسول اشتركوا في القناة